السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة حلوية لله سعيدة. اليوم سنوجد معكم تحلية بالحمد التي تجي لديده وبنينا. انتم ما كتشوفوك كي تجي. كتجي على جوج طبقات. تقدري توجديها في الفطور او اللفظ صحور. وسريع التحضير وبمكونات بسيطة. نخليكم مع المقادر وطريقة التحضير. كنحتاجه في المكونات بالنسبة للطبقة الاولى. نستطر ديال الحليب. ثلاثة دلمعالق اكبار او الاربعة ديال السكر سانيدة. حمضة اللي كنحك لاغي القشرة ديالها. وجوج معالق ديال النشط دورة. كنجيب واحد الكاسرونة والحكاكة. كنحك القشرة ديال الحمضة. كنحاول نحك غير القشرة الصفرة ما نوصلش حتى القشرة البيضة. بالنسبة اللي كيعجبو المدق ديال الحمض. هالتحلية هذي كتجي. بنينة بنوفي عنك هالتحلية الحمض. صافي من لسالة حكا ديال القشرة. كنزيد ديال الحليب. ونزيد السكر سانيدة. انا درت هنا غير ثلاثة. تقدروا تديروا ربعة. اللي كيبغي الحلاوة. زيت عليها نشط دورة. كنخلطها مزيان. تكي نسجمو. كنديرها فوق النار. نبقى نحرك باستمرار حتى كتعقد ليه التحلية. صافي دبا من اللي عقد. كنتفع ليها النمار. ونجيب الكيسان. كنديرها الطبقة الاولى. ونحاول نخويها ضغيه في الكيسان. باش ما تجمدش ليه في الكسرونة. هاد القياس هادا خرج لي خمساد الكيسان. ونضربها واحد شوية باش كي يتساووا. ونخليهم على جنب وندوز معكم للطبقة الثانية. بالنسبة للطبقة الثانية. هذه الحامضة اللي حكت القشرة ديالها خرجت ليه ربع كأس ديال العاصر. الجوج مع القضية السكر سانيدة. مع القضية للناشا. رأس مع القضية للخرقو. درت في كاسرولة. ذاك الربع كأس ديال الحامض. زيت عليه كأس ديال الماء. سانيدة. مع القضية للناشا الدورة. رأس مع القضية للخرقو. متقدروا تعودوه بالنكهة ديال الحامض. درتو على النار. واتعقد كيما الطبقة الاولى. وهذا هو هذا هو النكا ديال الحامض اللي قلت لكم. انا اختاريت ندير هاد الخرقوم كأعطيل لون وهو طبيعي. كنكبو فوق الطبقة الاولى. كنحاول نقدو زيان. بش كي يجي مساوي. كنضربهم شوية كيما درت الطبقة الاولى. صافي وكندخلو متلجحت كي يجمدو. ونوريلكم الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال التحلية ديالنا. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. كنسحكم انكم نجربوها في هذا المدان. صحة وراحة. الى فيديو قادم ان شاء الله.